لا كتير يعني خلينا أقولك طبعا أفضل فرحة في السنة 2023 فرحة هدف محمد عبد المنعم في الودان لأن بالنسبة لي دي أفضل فرحة ولكن ألم تكون أفضل مبارا من مستوى الإنجاز لكن لو أنت عايز تبدأ من يناير إحنا فيزين على برامض الثلاثة الصفر يعني الأهلي كان مستحوز على الملعب تماما ثلاثة صفر زمالك أربعة واحد أهلي وزمالك الدوري الثاني بتحسن بيه لقب الدوري لكن أنا هقف عند أمورات التحجد فشل النادي الأهلي والبعض حاول يقلل من قدر النادي الأهلي وفريق اتحاد جدة اللي طبعا بنكني لكل تأدير واحتراموا الجماهير والحالة عملت بعد المباراة بعكس ما كانت تتعامل ما قبل المباراة طمعوا في النادي الأهلي وقالوا بس خلاص جالنا الفرصة هناخد بطار الأندية السعودية من هزيمة الهلال أربعة صفر فتلقى الاتحاد ثلاثية في وجود نجوم الحقيقة نجوم عالميين تكلم عن كانتي فابينيو تكلم عن كريم بن زيمة كل دول سقطوا أمام النادي الأهلي وكأن قدر الأندية التي تلاعب النادي الأهلي هو معروف المصير واحد هو السقوط فأنا بالنسبة لي مباراة الأهلي والتحاد جدة أنا يمكن بطفق طبعا مع أسامة لأن حتة يا جماعة صعوبة المباراة هي لا تقيم يعني بلاي البعض بقولك أصل حالة التحاد جدة ما قبل وما بعد تمام؟ أنا حالتي ما قبل إيه؟ وده اللي ما بيحبش الأهلي واللي دايما عايز يعني عكر لك صفو الإنجازات دايما هتلاقيه بيبص على الحتة الغلط الغلط بالمنطق والغلط بالعقل مش غلط بالأهواء بمعنى فقولك أستطيع التحجيب ده نتائجه منترجع طب تمام؟ وأنا كنادي أهلي نتائجي إيه؟ قبل كسل عامل الأندية أنا عامل نتائج سلبا في الدوري أنا قسراي السوبر الأفريقي أنا خارج من السوبر ليج بدون أي فوز فبالتالي أنا كمان مش أفضل حاجة آخر موزين في الدوري متعادل طبعا فبالتالي يا جماعة فكرة اختزال المباراة في مستوى التحاد جاد ده لا أنا كان عندي نتائج سلبية وعنده نتائج سلبية بس لما أنا تحطيت قدامه وأنا عندي نتائج سلبية وهو عنده نتائج سلبية أنا عملت إيه؟ أنا انتصرت للكرة المصرية إزاي؟ وحطي ميت خط تحت الكلمة اللي أنا بقولها واللي البعض عنده مشكلة يبروزها ليه أنا مش عارف النادي الأهلي انتصر لكرة القدم المصرية انتصر لهايبة كرة القدم المصرية واللي مش قادر يفهم أبعاد ده هو برى الصورة هو برى المشهد والإطار العام وبيشوف من زاوية ديئة جدا تناسب قدراته العقلية لأن انت كان عندك سراع مع استثمار رياضي وأندات الصندوق في السعودية لها كل احترامها الناس عندها مشروع بتاعها طب انت مشروعك إيه؟ أيوة انت كرة القدم مصرية رد علي مقارنة بسندوق الاستثمار ده ايه مشروع؟ النادي الأهلي هو هو اللي حلتك بس ده مش مشروع حد ده مشروع النادي الأهلي اللي أنا بشوف انه هو لا يحظى بالتقدير المناسب ويا أخي لما نجي نقول أربع نهايات متتالية دورة أبطال واخد منهم ثلاثة البطولة الوحيدة اللي تعطلت فيها عطلك الاتحاد المصر لكرة القادر انت متخيل الجملة متخيل قصوتها فأنا طبعا مع أسامة أن هذه المباراة كانت مباراة ليست فقط على مستوى النتيجة ولكن هي انتصار لهيبة أو أنا آسف ما تبقى من هيبة كرة القدم المصرية مختزلا في نادي اسمه النادي الأهلي بعيدا طبعا عن منتخب مصر لأن أنا بتكلم عن الاندي